بدولي بران و نصف ليمونة سوف تخلص اليمتي حاجة اسمية التسبوغات ثلاث خاص نمشو الكلف الحبوب و داع الماكياج و داع الفندوتة و داع نختي لأي حاجة كنت تستخدمها قبل باش تدرقي و تخبي لي دوك المشاكي اللي في وجيه ديالك حتى المسامة الواسعة حتى البوانواغ حتى الوجيه اللي كلهم تقبل عمر حبوب لك فأختي سوف تخلصي منه بحبة وحدة ديالدولي بران اقراس او للفاني ديالدولي بران و نصف حامضة و بالنسبة لبنات الدولي بران كنا كنا نعرفو المنافع ديالو و المزايا ديالو للدات كيزو القلم تراز المنزلال كحاصة راح يزوين في عدة اشياء ولكن اليوم ما غا نحتاجوهش لهذا المسائل هادو غا نحتاجوه في التبييد والحمد لله حتى في التبييد البنات راها كيما كنقولو ما خلينا فين جربناه وتفتلينا الفعالية ديالو جربناه الرجيلات لديدات لبغتي انتي ما خلينا فين جربناه و الحمد لله كانت نتيجة ديالو سحرية و النتيجة فورية فالمهم حبيبتي قبل ما نمرو المكونات و طريقة التحضير لا تنسونا شمال ليه لايك و اشتركي اختي في القناة مرحبا بيك و فعليلي زيال جرس خليلي تعليقاتك و اقتراحاتك و استفساراتك و شنو تبغيني ان تشوفي هكذا في القناة و شنو تبغيني ان بغتاجي معك و مرحبا بيكم يالله و معنا على بركة الله نتعرفو على مكونات الوصفة طريقة ديال تحضير دياله و الاستخدام دياله ان شاء الله فكما قلنا غزالاتي هنيا غدي نحتاجو دولي فران خديس هاده الالف علاش كيكون مجهد و كتكون الفعاليه دياله كتر من ديال خمس الاف ولا خمسمية افوال خمسمية هاده ديال الف فكي يكون هاده قل من هاده انا نوريكم رجل اسفو هانتم محبه واربع هنا هانيا كما شتو حبه واربع فكذت تخدمي هاده لبغيتي و تخدمي بها الوصفة المهم حبيبتي هاده هاده هما الاقراس ديال ديال دولي بران هانتم مات 3 اقراس فواره نحتاج لم يتخضر حمضة حمضة مكونات ثانوية مكونات الثانوية حليب غبرة نحتاج الروز نستطيع الروز نستطيع الروز نستطيع الروز نستطيع الروز هذا الخرقم صفر هذا الخرقم الحليب الحليب دوليبران عصير نص حمضة وكذلك البنات ستحتاج كمية من الشوفان الخرطان ستتبع اللعبار والبكية كمية اللي بغيتي كمية اللي ستحتاج ستتخدم بها ستتخدم بها هذه اللعبار وعلى بركة الله البنات ستحضر هذه الوصفة لأن البنات طريقة مهمة في تحضير الوصفة فالوصفة سهلة سأخذ اول حاجة هي كمية هذه الأقراص دوليبران يعني الناس اللي كانت تقوليش حال فانا غنضف ما بنص حبة الحبة وممكن تضيفي قل او كتر لحسب كنتي طريقة مصدفة فم تقنص كمية وحسب اصبت وحسب الحامض وحسب مصدفة وحسب كمية سوف ندقها و تطحنها و يمكن أن ندركها كده يتدوب من بعد كما قلنا سوف نأخذ حليب غبرة سوف نخدم بها الماركة سوف نضيف حليب غبرة سوف نضيف حليب غبرة سوف نضيف الشوفان أو الخرطان يساعدنا في نفخ الوجه سوف نضيف حليب غبرة 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 لديك مشاكل مع الحامض ممكن تخذي نص الحامضة مع معكس كبير ديال ما عادي باش هكدا يات نقصي التركيز ديال الحامض مع العلم انو الحامض ركيبي يض باش مخدمتي باش ممزيان فضفت دبيا الروز ضفت الشوفان ضفت حليب غبراء ضفت الفاني ديال دوليبرال الحامض يعني ضفنا كل شيء الا مكوين واحد ولي هو لبنات الخرقوم او لا القرقوم البلدي هو هذا شوفوا القوان هادي نزيد واحد شوية ديال الروز سوف يمكن جمعه شوفوا وكنتبقوها على اي منطقة فيها مشاكل سوف يمكن جدا سوف يمكن جزء الناس سوف يمكن جزء الناس سوف يمكن جزء الناس سوف تعمل درس اشتركوا في القناة 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 و سهلة لف الإزالة و سهلة مهلة لا يوجد حاجة الصعابة و الخدمات كما نقول لكم ديما أقل ما يمكن أن نقول لهذا الوصفة أنها معجيزة و رائعة و أنها يعني هاد دولي بران هذا لا تجربناها البنس هذا بالضبط هذا لا تجربه جربته 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 الأوجع والحمى لا تجربناه ديما ما يحش منه ديما أعطينا الغازي لطورة عنده بزاف دي المنافع هاد دولي بران هذا يعني المنافع دياله لا تعد ولا تحصى من غير الأمراض ولكن الجسم يعني التبييض تفتيح التوحيد علاج تراهولات تسبغات نمش الكلاف الحبوب السيكاتريس لا تخاص كل شيء كل شيء فلي نقول لكم هو تجريبة هي خير و دليل خير وبرهن و تحكموه و تتعجبوه و تتغربوه و وصفات تقولوا لا و هدي ما كيناش لا اختي جربي عاد حكمي و بصحتكم و راحتكم حبيباتي و ما تنسونا شمال لايكات و الشرك زيلكم في القناة و معتفلكم بزال جارس و انتعقى معكم ان شاء الله في فيديوهات مقبلة انتبه و سويباتي